صح المنطقة البغريبي لديه لاعبين كبار مثل إبراهيم دياسف ريال مادريد وأشرف حاكمي باريسان جرمان وزياش وكثير من اللاعبين الكبار والمباراة ستكون صعيبة لكننا سنفعل كل ما بواسعنا كي نخرج بمباراة تجابية إن شاء الله ترضي جمهة المورتاني وترضي المدخب الوطني إن شاء الله طموحنا الآن إن شاء الله أن نتأهل شار تصفيات كعس الألم نهايات كعس الألم إن شاء الله هذا هو الحلم المتاعي الآن إن شاء الله أنا لتول شيء المتخب وأول مرة ألعاب المتخب الوطني مع أمير عبدو الفريق الأول شفنا الروح الفريق قتالياً من أجل المتخب وكل شيء نعملوه من أجل المتخب وهذا دعم يوصينا هو على الروح الفريق أميلا مايون بولناصيون كما قلت في سابق مع انترفيو في الصفحة المتاعات جاناً لأففريم إشتر الظروف قبل أن أأتي إلى الوداد في الصفحات والإنستغرام والرسائل مرحبا بك في الاعداء مرحبا بك في الوداد ذلك كان شيء إيجابي نسبة لي وتعقلمت مع الظروف الحمد لله بشكل سريع الحمد لله ما كانت أهم الصعوبات الوداد العاني مر في ظروف صعبة جداً وهذه الظروف مرت على كثير من عندي العالمية ووداد فريق تاريخ وعالمي والعنف مرحلة صعبة في البطولة جيدة جداً ملاعب والنظام في البطولة والفار وكثير من العمر في البطولة المغربية خلاتني أن نتعقلم بسرعة من الملاعب وحتى اللاعبين ما شاء الله حسوني أني كنت معهم من قبل حسوني بياس من العمور ودخلوني معهم في الفريق وحسوني أني لستوا بغارب عليه كل تحياتي تحياتي لجمهور الوداد جمهور كبير بزاف مع كل احترام بعضي لجمهور الأخرى لكن جمهور الوداد ما رأيتم ذل هو بدا وعنا لعب كرات القادم كل البطولات يتنافس عليها النادي الوداد حب أنا أفوزة بها كعس العرش بطولة عبطال وبطولته سوبرلي كل البطولات إن شاء الله وفغنا ملان إن شاء الله يحيى جبران أكثر لعب حبيته في البطولة شفتوا أنا يحيى جبران بينضباط بالأخلاق بالمحبة للفريق وكتير عمر حتى عنهم شخص مميز نسبة لي نسبة لي يحيى جبران شخص مميز أشرب حاكمي زوش حبيتهم بزاف لعيبا كوارا ما شاء الله عليهم رعني شاكر الجمهور اللي يتابعني وساعد إن شاء الله المولي عزيزي العين يوفقنا ووفقنا إن شاء الله لكل خير ورمضان مبارك لهم وإن شاء الله